اشتركوا في القناة اللي مازال باغيني 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 يتبعوا البرنامج البرنامج الى ما كانش عنده مستهيرين الخانات تقدر تخلى عليه في اي رهضة هذه مسألة ستكتعرفها فالحمدلله البرنامج عنده صدى طيب حافظ عنه بمشاهدة كبيرة وقدر انه في بعدي المواسم يعني في السادي المواسم يبقى في صدارة وهذا المسألة مش سهلة يعني مش سهلة انه برنامج يبقى اول اول هاد المدة كاملة واهم حاجة انا امن بها الى استمرارية اكيد انه كيكونوا اخطاء كيكونوا هوفاوات والانسان كيغلط بعض المرات ولا كيدرش حاجة مش هي ديك ولكن مع الوقت كنتعلمو كانت نحاول انستدركها ونطوروا من نفسنا فمن خلال المواسم تعلمت ايضا اشي اكتيرا فانني انطور البرنامج البرنامج مبقاش فقط طرفيهي مبقاش البرنامج فقط مركزين على الفنانة وهذا المسألة خديتها من الناس بصراحة كان شكر الناس اللي كيتبعونا لانه من خلال تعليقات ومن خلال ردود الافعال ديالهم عرفت بانه لازم اننا نفتح مجال الناس خورين اللي احدهما كيستحقوا تصفت النجوم فعلا واتشيبان من خلال الحلقة اللي دوزناهم والناس تفعلوا مع هاد الشكل الجديد درشيد شو فانهم مبقاش فقط برنامج للغرض دياله الترفيهي من اجل الترفيهي ولكن الترفيهي من اجل يعني التوعيه والتحسيس والتطرق الموضيه الاجتماعيه كتقيس المجتمع